لدينا بعض التطورات في محاولة إعادة هيبة الدولة هذا دائما من تبدل البداية السرع من الرجة ومن التحديات لأن هناك الكثير أطراف عايشين على هذه الفوضى عايشين على أن الدولة تكون ضعيفة والدولة تفقد للهيبة نعم، دعونا نعترف الأجهزة الأمنية لم تستطع أن تقوم بواجفها الكامل بسبب انكسار معنوياتها نتيجة أحداث أكتوبر الماضي الآن نحاول نستعيد هيبة الدولة عن طريق تنفيذ القانون تحدي الجماعات الإجرامية، تحدي السلاح المنفلد وبدأنا إجراءات على مدى الأسبوع الماضي الناس بالنتيجة من حق المواطن الظاهر بس من حق المواطن الظاهر لصناعة فوضى المطلوب من عندنا كلنا نتعاون كوزراء ومجلس وزراء والتكامل والتكاتف فيما يخص بعضنا ترى يضعف لأي جناح بالكابينة هو ضعف للجميع لا يعتقد أحد أنه يكون بعيد عن النقد لهذا السبب نحتاج نتعاون جدي نتكاتف والعمل بجدية يعني نحتاج لقاءات من الوزراء مع المتظاهرين مع المطلبين، نشرحون مظروفنا زائداً إجراءاتنا سريعة الإجهزة الأمنية ستكون عنها مسؤولية كبيرة سنرى قريباً سنقوم بعمليات لاستعادة حيبة الدولة، فرض القانون موسيقى الحكومة مطلوبة تصنع معجزات كبيرة من ما مطلوبة توفر أمن، حماية فضل الاقتصاد من الانهيار والوصول إلى الانتخابات موسيقى 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 شكرا